اشتركوا في القناة لحظ التتويج بعد سفارة حكم ماتش الاتحاد لكن الحقيقة يمكن التتويج أمر محسوم إن شاء الله بإذن الله واللي ما حصلش مبارح يحصل بكرة وإن شاء الله بإذن الله الفرص جاية قدامنا كتير لكن الأهم بالنسبة لنا واللي ما كانش يعني بجد مرضي جدا هو طبعا مستوى الأداء طبعا الاتحاد زي ما قلنا مبارح قبل الماتش فريق محترم ما قدم سيزن أكتر من رائع لكن الحقيقة ماتش مبارح وبعيدا عن الكرة وبعيدا عن مشوار حسم البطولة من عدمه محتاج وقفة محتاج وقفة ومحتاج كلام كتير جدا وده اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم النهاردة بالتفصيل مساء الخير على حضراتكم مساء الخير يا صاح مساء الخير عليك يا أحمد مساء الخير على حضراتكم في حلقة جديدة من برنامج السادسة يمكن بعد مباراة أمبارح دلوقتي الكلام كله يا أحمد على التحكيم وعلى الحكم إبراهيم نور الدين الحقيقة فيه كلام كتير قوي هنقوله في الموضوع ده ولكن في الأول خلوني برضه أقول حضراتكم موضوع التحكيم. وهأرى لحضراتكم الخطاب بتفصيل الأول. أنه أرسلت إدارة النادي خطابا لاتحاد كرة القدم. بطالب فيه بإيقاف الأخطاء التحكمية غير المبررة. والتي تشهدها مباريات الأهلي في بطولة الدوري. مثل ما حدث في المباراة الأخيرة. والتي ارتكب خلالها الحكم أخطاء فجة. أثرت على نتيجة المباراة. وأكدت الإدارة على ضرورة تفعيل دور مراقبي الحكام. الذين يتم تعينهم من قبل اتحاد هذه الأخطاء والحد منها. كما طلبت إدارة النادي بإيقاف التصرفات غير اللائقة لحكم مباراة أمس. والذي يحاول وباستمرار استفزاز مشاعر اللعبين والجهاز الفني. ويصدر بحقهم العقوبات. وأكدت كمان إدارة النادي على ضرورة تحديد طريقة دات معايير واضحة. لاختيار الحكام تتماشى مع مبادئ وقوانين كرة القدم. وجاء في خطاب النادي للاتحاد اليوم أن الحكم الذي أدار مباراة أمس يدير المباراة الرابعة للأهلي هذا الموسم والثانية خلال 12 يوم في حين أن الحكم المصنف رقم واحد لم تسند إليه إلا مباراة واحدة للأهلي. كما أن لجنة الحكام جاءت بالحكم الكرواتي إيفان بابك لإدارة مباراة القمة. بالرغم من استبعاده من حكام النخبة A في أوروبا. واستبعاده من قبل لجنة الحكام بالاتحاد السعودي بسبب أخطاءه الفجة. وهو نفس الحكم الذي أدار مباراة الأهلي الموسم الماضي. وأثارت قراراته غير الموفقة. وقتها جدلا كبيرا. وللأسف جاءت لجنة الحكام بنفس الحكم ليرتكب نفس الأخطاء في حق الأهلي. والتي تخالف جميعها قانون كرة القدم. كمان شددت إدارة النادي على ضرورة إرساء العدالة بين الأندية المتنفسة والالتزام بمبادئ وقوانين كرة القدم. يمكن كلام كتير قوي على الحكم. إبراهيم نور الدين مبارح. وقد كان أسلوبه في الملعب غير طبيعي يا أحمد. يعني كان فيه استفزاز لمشاعر اللاعبين. كان فيه ضغط على اللاعبين. المفروض الحكم ده في الملعب يكون زي الهوى. اللاعبة ما تحسش به. ولكن حتى في طريقة إعلانه عن ركلة جزاء فيها حدة غير طبيعية وغير مبررة. حتى كان بيضيع وقت يمكن أكتر من اللاعبين يا أحمد. حسيت للحظة أننا في فيلم سينما يخد اللقطة. خلينا نتفع على نقطة واضحة صريحة. المبدأ الأول والأخير. ويمكن يكون الوحيد المتعلق بفكرة المنافسة. هو إرساء العدالة. بدون عدالة ما فيش منافسة شريفة. ويمكن يعني مش عارف. الصدفة يمكن هي اللي خدمت ده. احنا مبارح في حلقة السادسة. كنا تواصلنا مع دكتور غدا والي. مدير مكتب مكافحة الفساد والمخدرات في الأمم المتحدة. وكانت الحديث السيدة غدا والي كانت بتتكلم على أنه فيه اتفاق ما بين أمم المتحدة وما بين الفيفا. على ضرورة التصدي لكافة أوجه الفساد. سواء فيما يتعلق بتنظيم بطولات. سواء فيما يتعلق بإقامة مباريات. أو تلاعب في نتاج مباريات. أو تدخل في التحكيم بأي شكل من الأشكال. وده دليل على الكلام اللي أنا بقول له حضرتكم. مبارح الحقيقة مش هو الموقف الوحيد. إحنا الحقيقة فيه أكتر من موقف ويمكن المبارح كان فيه أكتر من لقطة محتاجة أن نقف معها ونفهم. وإحنا هنا مش بنتكلم على شخص الحكم إبراهيم نور الدين بس. إحنا نتكلم على مجموعة من المعايير اللي لابد أن يكون فيها سبات فيها. يعني بالضرورة ومن المنطقي أنه ما ينفعش لعبة تتحسب على أهلي فاول. أشوف نفس اللعبة دي بتتحسب في مرة تانية فاول على الأهلي برضو. يعني نهاري حضرتكم بعض الأمثلة. النهار دا من مطسط سابقا لقطة مثلا لأجاية في الصندوق بيلعب الكرة براسه وهو واقف. وهو يعني منتصب القامة زي ما بيقولوا. ولعيب من الإسماعيلي رافع رجله بيلعب دابل كيك. رافع رجله عند راس أجاية والكرة دي تحديداً تحسبت على أجاية فاول. مبارح ضربة الجزاء تحسبت على النادي الأهلي. لعب الاتحاد موطي راسه تقريباً ارتفعها على الأرض حوالي ستين سنتي هو اللي نزل براسه لرجل كابتن أحمد فتحي. زي ما حضرتكم شايفين. دي لقطة أجاية اللي أنا بقول حضركم عليها. الكرة دي تحسبت فاول. فيه أخطاء دي تحسبت فاول على الأجاية. يعني هنا جونيور واقف زي ما حضرتكم شايفينه. مش موطي راسه على الإطلاق. اللعب التاني بيعمل دابل كيك ورافع رجله طبيعي جداً. مش محتاجة تكون بدرس أو درس التحكيم. اللعبة دي خطر على أجاية. اللعب الإسماعيلي رفع رجله وصلت لرأس أجاية تمثل خطورة على لعب النادي الأهلي. ومن الضرورة أنها تحسبت فاول للنادي الأهلي. دي بتاعت أجاية تحسبت فاول على النادي الأهلي. مشوفوا اللقطة التانية دي اللي بقول حضركم عليها. اللقطة دي تحسب تفاول على النادي الأهلي. اللقطة بتاعت مبارح في مطش الأهلي والاتحاد. لعب الاتحاد هو اللي نزل براسه لرجل أحمد فتحي وعلى فكرة الكرة دي تتحس بفاول على الاتحاد يعني في عرف الكرة اللي احنا بنشوفها وفي ملعب العالم مش بكلمها عن ملعب مصرية الكرة حالكم شايفينها دي تحس بفاول على لعب الاتحاد تحسب ضربة جزاء على النادي الأهل كرة تانية الحقيقة برضو الكرة بتاعت حمدي فتحي في قبل المطش وما يخلص وكانت كرة سابتة للنادي الأهلي ولعبت الأهلي بتتحرك تدخل للسندوق تعرض حمدي فتحي لجذب من أحد لعبي أعتقد سالته أحد لعبي النادي الاتحاد من برا بقى من جوة دي قصة تانية لكن الكرة دي حسابها في القانون يا إما فاول دي حالة جذب واضحة وصريحة خصوصا في وجود تقنية الفار وأنا أتكلم عن الفار بعد شوية خصوصا في وجود تقنية الفار كل الناس شافت الكرة وكل الناس شافت حالة الجذب بشكل كبير جدا زي ما حالكم شايفين على الشاشة تحصل من برا تحصل من جوة ده الحكم والفار هما اللي يحسموها لكن في النهاية ما ينفعش تحسب حاجة تانية غير كده يا فاول يا ضربة جذاء هرجعكم عليش شوية بقى وراء شوية يعمضش الأهلي والزمالك أنا مش بفتح في الملفات القديمة لكن الحقيقة الشيء بالشيء يسكر الأهلي كان ليه ضربة جذاء أجمع عليها أو أجمعت عليها مصر كلها بما فيهم الحقيقة الزمالكوي أصدقاء بس ناس فير يعني ناس لما بيتتعلق الأمر بأنه هو يبقى موضوعي وحقاني ما بيجيش على حساب الحق ويديش هذا الصالح ندي زي ما الكوية اعترفه أن الكرة بتاعة إيفان بابك اللي حصلت في المطشة الأهلي الزمالك دربت جذاء وهي واضحة وصريحة هنا الفكرة حقيقة فيه فكرة معايير تطبيق القانون طيب خلينا ناخد كابتن ناصر عباس طبعا حكامنا الدولي والمحل الفني في قناة النادي الأهلي معنا على التليفون هنتكلم معنا ونرجع نتكلم بشكل كبير جدا ونكمل كلامنا كابتن ناصر مساء الخير اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك وطبعا من تماني طبعا التوفيق بالتحكيم وتماني التوفيق بكل شراء الدولي المصري كابتن ناصر في نفس المكان ده هكتت ضيف عليها هنا في السادسة وقلت أنه لما جئنا تكلمنا على الفار قلت أعتقد أنها فرصة كبيرة جدا لدعم الحكام المصريين وأتمنى أن وجود الفار يساهم بشكل كبير جدا في تقليل الاستعانة بالحكم الأجنبي عشان الحكم المصري ياخد فرصته وأعتقد أن الفار هيكون واحد من الأدوات المساعدة اللي تخلينا نطلع بره فكرة التعصب أو التطرف أو التحامل خلينا أقول على الحكم المصري لكن الحقيقة اللي شفناه في المطشاط السابقة سواء فيما يتعلق بمعيير تطبيق مواد القانون أو سواء فيما يتعلق بمعيير اختيار حكام لإدارة المباريات يخلينا نحط كتير من علامات الاستفهام يهمني أسمع رأي حضرتك طبعا أكيد كلام حضرتك الممتاز كتن أحمد وإحنا قلنا فرصة للحكام كلها لما يكون الضوار موجود أكيد الأخطاء بتقل ليه بتبقى فيه فرصة للحاكم أنه يتراجع مع المخالفة لما الضوار بيجيه ولكن هنقول حاجة مهمة جدا كتن أحمد اللي احنا بنتكلم النهاردة في تطبيق التقنية هو طبعا الأسف الشديد أن هناك فروق فردية في التقدير اللي عامل الأخطاء الفنية والعقوبات الانضبطية قد تختلف من حكم إلى حكم زي ما حدا تتفضلت وقلت أحيانا بتبقى نفس اللعبة هي في نفس المباراة والقرار بيبقى مختلف في اللعبة تلك ودي مشكلة التقدير اللي الاتحاد الدولي دايما بيحاول فيه الكورسات اللي بتتعامل فيه الاتحادات القرية والاتحادات العالية لأنه هو يحاول يوحد القرارات التحكمية طب ممكن ناخد حالة واحدة بس كابت الناصر تسمحني ناخد حالة واحدة يعني الحالة اللي بيرفع فيها أو بيحصل فيها تداخل ما بين قدم لعب ورص لعب تاني هل نص القانون ما وضحش إزاي المخالفة بتتحسب في الحالة دي؟ هو هنا خلالنا نتكلم ممكن تنحمد فيه الحالة اللي هي حتى بتكلم فيها في اللعب اللي هو لعب الكورة هل هو النجح في لعب الكورة اللعب المنافس النجح في لعب الكورة ولا مجح في لعب الكورة في فرق كبير يدبع لما بنيجي نتكلم في الركلة الحرة غير مباشرة وهل تحتسب إمتى؟ دي كلها لها معيير زي ما قلت حتى كنت ممكن جلت اللقاطتين القرارين كالكورة مختلفين هنا زي ما قلنا الحكم يختلف تقديره من حكم إلى آخر وعشان توحد الأمور ديتك تنحمد ستبقى صعبة جدا جدا لأنه نقولنا زي اللعب بالضبط في لعب عنده موهبة ولعب عنده امتيازات وفي لعب تاني قدرته الموهبة عنده قليلة طب أنا هقول مثلا الجزئية دي كابت الناصر فيها تأدير من الحكم تختلف من حكم لآخر حسب رؤيته للوقع خلينا أقول لك على حاجة كابتن اتفضل أنا بس هتكلم في جزء مهم جدا اتفضل كابتن ناصر وهو تقريبا فيه الضيئة اللي هي حصلت فيها شد من اللاعد نجلة حاجة هذا كان سؤالي لحضرتك اه هو ده كان سؤالي ايه احنا قلنا الفاركة بن أحمد بيدخل فيه الحالات الأربعة اللي من ضمنهم حالة ركلة الجزاء جوه أو بره جوه أو بره وده الأماكن اللي هي بقولوا إيه الحقيقة المكانية الحقيقة المكانية اللي موجودة عند مين عند التاع الفار أو عند الحكم بتاع الفار اه لو شفتنا حالة حالة ان الحقيقة المكانية هنا ان المخالفة تمت من الخارج وامتدت إلى داخل موطية الجزاء تمام وبالكالي هنا الفار طلت الحكم لمراجعة فيه الحالة اللي هي بتاع لعب نادي الأهلي هنا وحنشوف قديم الشد كان موجود من برة وتواصل وامتد الشد إلى جوه حتى لو اللعب هنا على خط التمنتاشر جابتنا أحمد هنا الخطوط بتعتبر ضمن المناطق المحيطة بيها وبالتالي هنا حتى لو اللعب على خطه والشد بتبقى ركلة جزاء واضحة جدا جدا من نادي الأهلي وهنا أنا بستغرب بقول ان الفار لما بيجيب الحكم وهنا الحكم هنا بيقول ايه فيه ركل جزاء أو مش ركل جزاء طب الفار جاب الحكم إذن الفار عنده حقيقة بيقولها للحكم تعال اتفضل الوصف عشان تاخد الكرار هذه الحالة دبعا حالة من الحالات اللي هي كانت واضحة بارح لا وناس الحاج سؤال معلش واضح وصريح يا كابتن ناصر هو حاج بعد ما الفارس صدع كابتن إبراهيم نور الدين وراح شاف اللعبة هل من الطبيعي أن يتجاهل حالة الجذب لأي سبب من الأسباب يعني هل فيه في نص القانون أو فيه أي حالة تسمح لحكم بتجاهل حالة جذب واضحة وصريحة مصر كلها شافتها ولا لأن القصة مش قصة ركلة جذاء أو القرار مش قرار ركلة جذاء فبالتالي غض النظر عن الواقع من أساسها سؤال مهم جدا بس أنا أعود أن أوضح نقطة كابتن أحمد نقطة مهمة جدا هل الفار هنا لأن الفار النهاردة عشان يجيب الحكم لابد أن هو بيجيب له أكتر من داوية عشان يقدر ياخد القرار اللي هو استحاله هل الفار كان عنده إمكانية أنه يجيب الزاوية اللي بتوضح المخالفة وده مهم جدا نقطة مهمة اللي عاوزين نتكلم فيها كابتن أحمد لأن أحيانا أحيانا التقنية مشكلة الفار فيه تلات حاجات احنا قلنا الشركة النقل التلفزيوني دي واحدة نملا تلاتين اللجنة المشرفة أو الشركة المشرفة على تطبيق التقنية دي اتنين نملا تلاتة الحكام أنا النهاردة بتكلم في الفار لما بتجيب الحكم وتبقى لبرتوكول من فضلك تجده الزاوية الواضحة اللي قد من خلالها ياخدوا القرار الصحيح لأن أنا النهاردة بجأت حاكم بطلب منك أكتر من زاوية لو أنت حضرتك ما عندكش زاوية طب أنت هتديني القرار إزاي إذن نهاردة بنتكلم في التقنية بشكل عام مش بس في الحكام اللي بنتكلم في التقنية في التطبيق في الكاميرات اللي موجودة في ميدان اللي نتكلم في الشركة اللي هي مشرفة على التطبيق التقنية لابد أنها توفر كل الإمكانيات في أن أنا كحاكم لما بجيب الحاكم من فضلك بتديني أكتر من زاوية تديني اللي هو الزاوية اللي فيها سرعة والزاوية اللي فيها بط كل كلام ده أنا بطلقه وستهوني إنما أنا شايف مبارع في حالة من الحالات اللي هي حصلت في نهاية المباراوزة أن هنا تراكل الجزاء عصاكت من وجهة نظري الكل أجمع أن هناك راديو الجزاء اللي نتلعني طب سؤال القانوني اسمحي يا سارة بس هسأل في النفس جزية ضربة الجزاء دي لو بدأت المخالفة من خارج منطقة الجزاء واستمرت حالة الجزاء والعرقلة إلى مداخل منطقة الجزاء ونتج عنها وقوع داخل المنطقة دي تتحسب إيه في القانون يا كابتن ناصر الممتازة نحن قلنا المخالفة عندما يكون هناك شد ويمتد الشد الحاجة ولأعيدة في القانون إن كان خارج منطقة الجزاء وامتد هذا الشد إلى داخل منطقة الجزاء طبقا القانون الحكم بيحتسب المخالفة من داخل منطقة الجزاء أما إذا كان هناك شد واشتد التوقف قبل منطقة الجزاء طبعا بحث بركلة حرة مشرة من برق منطقة الجزاء حالة إمبارع الشد امتد إلى داخل منطقة الجزاء كابتن أحمد وبالتالي زي ما قلت عيضا كانت حالة من الحالات اللي كان يجب عليه الحكم من وقت تبقى من القانون أن يحتسب راكل الجزاء تفسيرك إيه لأنه كابتن إبراهيم نور الدين ما حسبش البانيلة أو راكلة الجزاء للنادي الأهلي أنا بقول في حاجة احتمالية أكثر من احتمالية كابتن حمز هل هو في الفار يعني ده له الزاوية اللي هي من خلالها يقدر يوضح ولا لا ده السؤال ده السؤال ده اللي احنا بكلم فيه لأنه أنا بقول إيه من فضلك هد أفضل زاوية للحكم عشان يقدر يأخذ ده القرار ولو أنا النهاردة جئت حضرتك وقلت لك تعال أشوف القرار دوت ومدتلكش الزاوية اللي هي توضح المخالفة بتبقى فيه صعوبة في اتخاذ القرار ولكن احنا بنتكلم كمشاهدين هي نفس اللي احنا شفناها أعتقد الحكم شافه اللي احنا شفناها في التلفزيون لأن هي نفس اللقطة اللي شفناها أعتقد الحكم شافه هو حضرتك شخصية لكابتن ناصر محتاج تشوف زاوية تانية عشان تبقى اللعبة واضحة بالنسبالك يعني الزاوية اللي احنا شايفينها تبقى لبرتوكولي كابين أعمال انت تتبلي أكثر من زاوية عشان أهضل أشوفه المخالفة بشكل واضح ليه عشان كده بنقول الكاميرات اللي في الميدان اللي هيب هل هي كافية للنقل ولا مش كافية لأن احنا قلنا ان في برتوكول بيقول النهاردة أقل شيء في الملعب ست كاميرات أو ثمان كاميرات إلى مثلا اثناشر أو ثمانتاشر كاميرا في الموجودة في الملعب طيب أنا النهاردة مفترض أنا كحاكم الفار ووظفتي لنا أوضح وأتيح للحاكم أفضل زاوية لاتخاذ القرار طيب يكبت الناصر حضرتك يمكن كنت عندي ضيفة قبل كده وكنا من التكلم على أنه من الطبيعي أنه مع تطبيق الفار الجدل حوالينا الأخطاء التحكمية دايقل بس احنا شايفين يا كابت الناصر أنه واحدة وحدة عمال الجدل ده يزيد من ساعة تطبيق الفار آه تمام كلام نصصارة كلام جميل جدا لنا قلنا المشكلة بس في الحاكم المشكلة في ثلاثا عناصر مهمين جدا تنصارة وحنا قلنا المشكلة في التقنية هل التقنية تنفذ بالشكل الصحيح المشكلة في عدد الكاميرات المشكلة في الحكام الفار حاول حكام الفار وفي مشكلة ليه لأنه أولا لم يتم تدريب حكام الفار بالوقت المسموح اللي يقدروا من خلاله يقدروا أن هما يطلقوا بشكل الصحيح لماذة؟ لأن المفترض أن احنا من الآ tha عامق بالتقنية جديدة كان ساعات التدريب والتدريب للحكام كان المفترض تاخد فيها أكبر وقت عشان خاطر تقدر الحكام تاخد القرارات الصحيحة النماراتين عندنا مفترض نحن نحط حكام الفار اللي هم عندهم الخبرات الكبيرة الحكم الذي له قدرة في أنه هو يدي القرار للحكم ويقوم فيه سقة ما بين حكم المباراة وحكم الفار بمعنى أنه أنا يعني النهاردة كحكم كبير دولي لما بلاقي أنه في حكم دولي في الفار على قدر كبير من المهارة يبقى فيه طمئنان كحكم ليا لما بيجي تديني قرار أنا ببقى أعطاك نفسي مرتاح بعكساً ما تديني حكم ما عندهش خبرة فأنا بشكك في القرار اللي بقوله وهي دي المشكلة المشكلة فإن دي بحنا عاوزين نقول أن الفترة اللي جاية لابد من مسؤول الحكام أن هم يبتدوا يعملوا كرصات كتيرة اللي نحنا بقى لخمس تشهر إحنا لم نتمرنش على التقنية وعندنا حكامنا لسه ما زالوا حتى الآن طيب تسمح لي كابت الناصر بعيداً عن تقنية الفار بعيداً عن تقنية الفار وحاك كنت أحد مسؤولين لجنة الحكام يهمني أعرف يعني لجنة الحكام بتختار أو إيه المعيير على أساسها بتختار الحكام لإدارة المباريات يعني هل بيتم الموضوع بشكل ليه علاقة بجماهيرية النادي هل بيتم الموضوع بالدور هل بيبقى فيه قرعة يعني على أي أساس بتتحدد المعيير اللي بيختار بيها حكم معين لإدارة مباراة الدول تماماً يا سيد أحمد السؤال جميل جداً باردك عشان نوضح للناس كلها هو لما الفارد عمل الأسف الشديد إحنا كان هناك بيه حاجة اسمها رخصة الأونفيل الأونفيلد اللي هم هي الحكام الذين لهم الحق في أن هم يحكموا في ميدان اللعب والأسف شديد هم حكام قليلين جداً جداً نكابت نحمد يعني احنا بنتكلم تقريباً في 18 حكم هم بس الذين يحملون رخصة الأونفيلد أنا مقدرش أجد حكم تاني من الحكام يقدر يحكم لأنه معوش الرخصة وبالتالي إحنا بنقول إيه إحنا لابد نحن نوسع القاعدة بتاعت الاختيارات من خلال عمل كرصات تاني للبار لحكام تانيين ياخدوا الفرصة بتاعت الأونفيلد لأننا عشان نعمل تدوير أو روتيشن للحكام لابد يكون عندي على الأقل 35 أو 40 حكم النهاردة حياتك انت بتلعب في 18 حكم يعني معنا كده أن كل أسبوع 9 حكم 9 أو 9 كل أسبوع حكم هيلعب بس حتى لو كان العدد أولايل يا كابتن ناصر زي ما حاجب بتقول مش من المنطقي شوية أنه كابتن إبراهيم نور الدين يدير مباراتين للأهلي تقريبا في خلال يمكن 10-12 يوم يعني برضو مع كامل الاحترام لأنه العدد أولايل زي ما حاجب بتقول بس مش من الطبيع احنا عندها 18 حكم يعني وفروض نقابل مثلا أنا مش ضد كابتن إبراهيم نور الدين أنا بكلم عشان نفهم بس سياق الموضوع بيمشي إزاي لكن من الطبيعي أن أنا قابل كابتن إبراهيم مثلا كل 7-8 مطشاط لكن يعني في 12 يوم طبعا طبعا هنتكلم فيه التعيينات مهمة جدا موضوع التعيينات مهم جدا وأعتقد أن الكابتن وجيء أحمد موجود ورفلاجة الحكام ويمكن هو مسؤول عن التعيينات بقى له فترة كبيرة جدا ولكن بنتكلم فيه كمان حاجة مهمة جدا معايير اختيار الحكم للمباراة كل حكم نجد أنه هو يكون يعني جديد مباراة يعني مش كل مباراة تمشي على كل حكم كابتن إحمد ولكن بنقول إيه بنقول أن إحنا لو حكم مثلا يعني أنا بتكلم أيام كنت حكم ولا عندي مشكلة مع نادي أو فيه مشكلة مثلا مسبقة لما يعني بيتم بعادي شوية عن النادي عشان أنا ما بقاش أنا تحت ضغط نفسي كحكم وبالتالي أنا النادي كمان بيبقى ساعات أحيانا مش متفائل بي مش هنقول أن الحكم وحش لا هنقول أنه مش متفائل أو مش متحلية وبالتالي هنا بالراعي حسة مهمة جدا جدا الحكم اللي ما يكون عنده خطأ في معنادي لابد أن نبعده شوية وعدين نبتد نرجعه بشكل واحدة وبالتالي هنا يبقى مفيش مشكلة ده الاستثناء كابتن ناصر معيش ده الاستثناء أنا عايز أعرف القاعدة اللي على أساسها بتتوزع الحكام أو أسماء الحكام على إدارة المباريات يعني هل بيبقى فيه اكتماع أسبوعي بنقعد كده نقول والله الحكم الفلاني هيلعب هيحكم مطش كذا ولا بيبقى فيه دور ولا بيبقى فيه قايمة من بداية الموسم مع أعلان مواعيد المطشط والجدول بيتم تحديد أو تسكين الأسماء بتاعت الحكام إيه السيستم المعبول بيه في داخل لجنة الحكام التمام كلام جميل وكل أسيرتك حلوة زحمة دي أنا بيتكلم فيه اختيار الحكم في التعينات أجيب في لجنة التعينات موجودة هذه اللجنة تجتمع كل أسبوع وبتشوف مثلا المبارات المهمة في الجدول هل هذه المباراة مين ياخدها فلان أو فلان أو فلان وبعدين هنا بياخدوا آراء وبتصويت على أن الأهل مثلا عنده مباراة النجد الملك عنده مباراة لا فلان الحكم الفلاني هو اللي يقدر يشيل المباراة أكيد بتبقى فيه لجنة الاختيار واللجنة دي بتبقى عاملة معايير باختيار الحكم في هذه المباراة كابتن ناصر بس عايز عرف من حضرتك يعني لو الأخطاء دي فدلت مستمرة وعدم تطبيق الفار بشكل صحيح في الدوري المصري هل ممكن يبقى فيه عقوبات من الفيفا هل ممكن مثلا يتم سحب الترخيص يعني إيه اللي ممكن يحصل إيه التوابع تمام الأسئلة جامدة أعود أقول حاجة مهمة جدا أن الفيفا يتابع كل ما يدور في الفار عندنا في مصر وبالتالي هو في بروتوكول للتطبيق وفي إجراءات للتطبيق وهنا الفيفا بيلزم أي دولة تنفذ أو تطبق الفار بهذه المعايير عندما يلاحظ الفيفا أن هناك مثلا الأمور مش ماشية بشكل كويس أكيد يتبقى فيه جراءات من الفيفا بالتحذير أو بالإنذار أو بإيقاف الفار لفترة لحين إعداد الحكام بشكل جيد صحيح نشكرك شكرا جزيلا ونعتذر على الإطالة أعتقد حقيقة نورتنا جزء كبير جدا من الجزئية الخاصة سواء بالفار أو بمعايير اختيار الحكام بنشكرك شكرا جزيلا كابت ناصر عباس شكرا يا فن طبعا تخلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم نكمل كلامنا في السادسة مرة تانية أهلا وسهلا بحضراتكم في السادسة أمبارح وبرغم أو يعني يعني بعيدا عن الناحية الفنية وبعيدا عن حساب النقط وحسم بطولة الدولة والتتويج أنا شايف أنه اللي حصل ده كان كواس لعبة الأهلي ليه واحد لأنه درس مفيد يعني ورد جدا أنه في أوقات كتير في مطشط أفريقيا إحنا شخصيا عانينا في أفريقيا كتير جدا بسبب التحكيم يعني مش هفكر حضراتكم بوقع كتير جدا إن رامو بتاعت الترجي اللي جابت جون في النادي وغيرها وغيرها يعني مش عايزة أرجع للتاريخ أوي كده بس يعني الأهلي عانا في أفريقيا كتير وتعرض في أوقات كتير جدا لظلم واستفزاز من بعض الحكام وده ورد يحصل فجزء نعتبره بروفا يعني ورد جدا السيناريو ده يتكرر في واحد من المطشط التلاتة اللي جاين لنا في أفريقيا الجزء التالي طبعا الحمد لله الحمد لله الحمد لله إنه الشناوي تقلق وصد ضربة الجزاء لأنه أعتقد لو الأهلي أو المطش ده كان خلص بخسارة التلاتة نقاط والمطش على الرغم أنهم مش هيفرقوا كتير في مشهور بطورة لكن أعتقد أنه استقبال جمهور الأهلي الخسارة كان هيبقى مختلف وخدوا بالحضراتكم إنه إحنا نحن نكلم على تطبيل عدالة في ملاعب الكورة بنتكلم على مشاعر ملايين يعني لما جمهور كورة يشعر أنه فرقته تظلمت بيبقى في حالة من حالات الغضب وحالة من حالات الاحتقان إحنا تماما في غنى عنها لكن برضو خلينا نبقى موضوعيين مش التحكيم هو اللي أدى لتعادل أهلي في مطش مبارح أعتقد أنه المباراة مبارح إنجاز أنه نطلق عليها هي مباراة للنسيان أنا معك يا أحمد فعلا أنا شايف أنه خلاص مباراة مبارح صفحة وتقفلت ما كناش بأفضل شكل يمكن الاتحاد لازم ندي له حق أنه عمل مواتش كويس قدر أنه يقفل كل الثغرات اللي في الدفاع دائما فريق الاتحاد يمكن كان عنده مشاكل في السنتر باكس بس مبارح الحقيقة الفريق كان كويس جدا وكان عمر الميداني أكثر من رائع وده كانت حاجة تحسب لهم وبرضو أداء الأهلي كان متواضع أو مش زي مكان جمهور الأهلي عايز بعد شوت الثاني في مواتش الإسماعيل الحقيقة أداء الأهلي كان كويس جدا يمكن طرد أحمد فتحي أثر ولكن برضو عايز أقول أن الشناوي غطى على ده يعني أداء الشناوي مبارح يعني زي ما عودنا دايما وتصدي لركلة الجزاء دي حاجة ممتازة ومكمل يعني عشرين مباراة يمكن دي أول مباراة الحقيقة الفايلر في الدوري مع الأهلي أنه ما يهدفش في مباراة ولكن فكرة أن الشناوي عشرين مباراة حاجة فعلا تحسب له عايز أقول كمان أنه الصفحة دي خلاص لازم تتقفل ولكن يا أحمد برضو في حاجة يمكن فيه ناس متضايقة من تشكيلة نادي الأهلي كل واحد طبعا حر في رأيه جدا وكل واحد بيشوف إيه الأنسب لنادي الأهلي كل واحد غيران على نادي الأهلي التشكيلة المطش أنه فكرة أنه طبعا أنت ما عندكش لعب رقم عشرة فأنت بتعتمد على الكرات الطويلة يعني ما فيش حد بينقل الكرة من الدفاع للهجوم وده يمكن مش شريقة لعب الأهلي بس اللي أنا عايز أقوله أنه الحقيقة من ساعة ما رجعنا من فترة التوقف وفايلر بيتجرب كل خطة ممكنة علشان يقدر يستقر على الشكل الأفضل أو التشكيل الأفضل بالنسبة لنادي الأهلي اللي نقدر نلعب به مباراة الوداد والحقيقة الراجل حقه أنه يعمل ده لما أنا بقى شب دوري شب محسوم وبعيد عن أقرب المنافسين بعشرين نقطة فهو من حقه الحقيقة أنه في المتشاط دي يجرب كل خطة ممكنة لأن مباراة الوداد هتكون مباراة صعبة فالراجل من حقه الراجل ده برضو يعني كسب سونداونز في مبارتين ولا أروع كسب الهلال السوداني في قلب السودان كسب النجم السحالي وكمان اتعادل مع الهلال السوداني في السودان وكسبه هنا في مصر يمكن كمان المباريات اللي كانت قبل فترة التوقف شفنا أداء حلو جدا من الناجي الأهلي فالراجل محقق أرقام ونتائج وإسمع الناجي الأهلي لما يبقى دوري شبه محسوم من حقه أنه يجرب كل خطة ممكنة ويجرب كل التشكيلات يجرب يلعب باللي هو عايزه ومدام الدوري ده شبه محسوم عشان يوصل يستقر على أفضل تشكيل ممكن نقدر نلعب به مباراة الوداد طعيب أنا متفق معاك ومع كل الجماهير لأنه إحنا بالنسبة زي ما قلت لحضراتكم وإحنا متابع مطشات الأهلي دايما رايحين لمطش الوداد فعايزين نتطمن أن الفرقة جاهزة لما بنشوف أنه فيه تراجع في المستوى هو مش تراجع هو فيه تزبزب يعني لإنجاز التعبير بنشوف الفرقة في نفس جوه نفس المطش الواحد يعني مطش الإسماعيلي الشوط الأول مش موجودين الشوط الثاني ولا أروع لما نشوف فيه استقرار في المستوى فيه سبات في المستوى نتطمن على الفرقة دايلا حد كبير جدا هو الدافع الأول لنسلما بتنتقد أو بتقول ليه ما فيه نمر عشرة ولين ما فيه صنع ألعاب يربط الفرقة ده يعني ناس غيران على فرقتها وعايز نشوف الأهلي دايما فيه أحسن وده أنا أكدت عليه طبعا من حق جمهور الأهلي أنه غيران ومتعود زي ما بنقول دايما متعود على أن الأهلي دايما بيكسب وده حق جمهور الأهلي لكن بس بنادي فايلر حقه مدام إحنا حسمين الدوري بإذن الله أنه يجرب ممكن كل تشكيلات الموجودة نطمن الناس على النادي الأهلي وعلى فريق النادي الأهلي طبعا حضركم عارفين بعد الماتش النهاردة راحة من التدريبات يعني الراجل عايز يدي الفرقة نفس كده فيه دغط وفيه توالي فيه الماتشات فالرجل قرر يريح النهاردة ويبتدي من بكرة تدريبات استعدادة لماتش المقص عندنا رمي ربيعة يمكن لتغير في الماتش للإصابة ونزل مكانه أحمد فتحي ده كان بهدف الحفاظ على ربيعة اللي حس بشد بسيط في العضلة الخلفية والجهاز الفني قرر أنه يستقبله يستبدله عشان الإصابة لقدر الله ما تتفقمش والنهاردة خضع لأشع عشان يتم الاتمئنان على حالته يمكن كمان أحمد لعيب الأهلي وعضاء الجهاز الفني بيجروا النهاردة مسحة كورونا خلال 48 ساعة اللي جاية بخلاف طبعا الربط تاست للإطمئنان على عناصر طبعا جهاز الكرة بعد الصابت السنائي علي لطفي واسر إبراهيم طبعا بنتمنى لهم الشفاء ويرجعوا بألف سلامة وبرضو دافت سيزا المدرب العام تم إصابته بفيروس كورونا الأهلي طبعا سيواجه نادي مصر المقاصة يوم السبت اللي جاي ضمن مباريات الجولة 28 من بطولة الدوري ومسؤوله الأهلي يأكدوا أنهما مش هيكتفوا ببروتوكول المتبع حاليا قبل المباريات بإجراء الرابط تاست بس لا كمان هيتم عمل مسحة للجميع خاصة أن الفريق كان بيعسكر أسبوع في الإسكندرية وبتحديد في برج العرب في وجود طبعا السلاسي المصاب قبل مواجهة الإسماعيلي والاتحاد في بطولة الدوري ننسيبكم بقى مع مانو دماتش سوبر شناوي ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد الفصل في السادسة استقبل ضفنا كابتن فاتحي مصير الشناوي بطل يمكد رجلة الجزاء محمد الشناوي العديد والعديد من النجوم والأساطير الذين كتبوا تاريخ الكرة المصرية داخل الملعب بمهاراتهم وإمكانياتهم وسرعاتهم ودائما ما يكون هناك آياد خفية وراء اكتشاف عدد كبير من هذه الأساطير فتحي نصير نجم الأهل السابق الرجل الذي حرمته الإصابة اللعينة من أن يكون أسطورة كلاعب فقرر أن يكون أسطورة في اكتشاف المواهب بدأ نصير مسيرته في صفوف أشبال النادي الأهلي ثم إلى فرق الناشئين لكن لم ترحم الإصابة ابن التسعة عشر عام آنذاك فتعرض لقطع في غضروف الركبة عام الف وتسعمائة وسبعة وستين وهي إصابة خطيرة للغاية وقتها فعلاجها يحتاج إلى عام أو أكثر وربما تتجدده في فترة قصيرة لتأخر الطب حينها هنا كانت النقطة الفاصلة في حياة نصير وبعد استشارة عدة أطباء لم يجد عبد صالح الوحش المدير الفني للفريق الأول للشياطين الحمر نفسه إلا وهو ينصح نصير بالاعتزال والاتجاه إلى مجال التدريب وهو في مستهل حياته كلاعب يشق طريقه على المستطيل الأخضر نجاحات كبيرة لم يكن يعلمها فتح نصير ولم يتوقع حدوثها بعد قرار اعتزاله حيث بدأ مصيرته في مجال التدريب مدربا لناشئي الأهلي تحت قيادة مصطفى حسين أبو الأشبال وهو في عمر الحادية والعشرين أصبح مدربا لفريق الشباب ليكون أصغر مدرب في تاريخ الكرة المصرية تمتع فتح نصير بعين صائبة جعلته ينتقل عديد من المواهب الفذة في تاريخ الكرة المصرية أمثال الكابتن محمود الخطيب ومصطفى عبده ومصطفى يونس وفاروق جعفر ومحمود الخواجة وثابت البطل وعبد العزيز عبد الشافي وإكرام الوحش وغيرهم كان صاحب أكبر فوز في مباريات قمة الشباب بين الأهل والزمالك حيث قاد المارد الأحمر للفوز على الزمالك بنتيجة سبعة واحد في لقاء تعرف به الجمهور على الأسطورة الخطيب وأيضاً هو المدرب المصري الوحيد الذي تولى القيادة الفنية للأهل ومتخب مصر في وقت واحد بالإضافة إلى عمله كمستشار فني للاتحاد المصري لكرة القدم قبل سنوات وكخبير فني بالاتحاد العمني لكرة القدم قبل أن يوجه له الأخير الشكر في مايو 2018 فتح نصير مرحباً بك على شاشة قناة الأهلي راعي النجوم وأكتشف المواهب أصغر مدر في تاريخ كرة القدم المصرية مدير فني النادي الأهلي ومنتخب مصر كابتن فتح نصير هو وضفنا فيه السادسة مساء الأهم بك سعيد جداً أن ألتقي بك إن شاء الله بإذن الله في قناة الأهلي ونقدر نقول حقيقة كويسة إن شاء الله شرف كبير إن حاجتكم موجود معنا حاجتك اسم كبير جداً في مختلف المجالات والمناصب حاجتك توليت فيها المسؤولية كنت بالتأكيد صاحب بصمة وبصمة مهمة أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بي أنا بس قبل ما أدخل في الكلام عايزة أطمن وطمن الناس على حضرتك وعلى حالتك الصحية نعرف أنه كان فيه وعكة كده من فترة قريبة يهمنا نطمن عليك ونطمن الناس معاني لا دي كانت بعد شهر رمضان والحمد لله الأمور عدت وبقينا تمام الحمد لله والصحة وبندعو الله سبحانه وتعالى نوديم علينا هذه الصحة يا رب دي معنا هذه الصحة خليني أبتدي الحقيقة من مبارح ومبارح يمكن يمكن يكون ملخص لفترة ما بعد الكورونا يعني أنا إحنا بنشوف أنه طبعاً الأهلي في بطولة الدوري ختم نص السيزن أو نص السيزن الأولاني ولا أروعة أعتقد أنه كان من ناحية الأرقام ومن ناحية الأداء والمستوى في أعلى كيرف أو في أعلى منحنة مبارح شوفنا مطش الاتحاد بداية عايز أعرف انطباعات أولية من حضرتك على مستوى المباراة بعيداً حتى عن نتيجة وفكرة المنافسة على البطول بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة الناد الأهلي مش هتكلم بقى كأداء أو التزام لعبين بأسلوب خططي معين أو بأفكار المدربين أنا عايز أضمها أن في في هذه الفترة بسميها الفوضى الكروية إيه هي الفوضى الكروية الفوضى الكروية أنه كل واحد مش عارف يقوم بشغله بمعنى إيه أنا كمدرب إحنا الناد الأهلي جاي بمدرب المدرب ده يتفعله آلاف عشان ينقل خبراته وينقل إمكانياته للعبين ويعني عاكس ده على أداءهم في الملعب مظبوط طيب كرة القدم علمتنا أن في مباراة ويسبق المباراة تدريبات وبين المباراة والمباراة لابد أن يكون هناك وقت مش وقت الاسترخاء أو وقت استعاد استعاد الشفاء أو اللياقة أو الحاجات دي كلها مش هي دي هو الغرض منها أن المدرب لو فرضنا المباراة يوم جمعة يبقى بتجي يوم السابت نعمل الاستشفاء واللعيبة ريكافر لهم ويرجعوا كلام ده تمام نيجي يوم الحد نصلح أخطاء المباراة السابقة تمام الزبوال قادم والأربعة لننزل الكيرف ونلعب المباراة إذن الأيام التي نحن خدها هي مش أيام فانتازية جايين عشان الناس تفسح بها أول نقطة فكرة العامل الزمني أو الفارق الزمني ما بين مباراة والتانية المفروض أنها يبقى لها فورمات معينة لازم كده إحنا برا اللعبة برا هذا الموضوع أما نادي الأهل لعب يوم الجمعة والنهارده رعب يوم الاثنين بقى عنده السابت والحد طب يوم السابت مفروض المدرب هيعمل إيه هيعمل استرخاء وحيعمل استعادة الشفاء ويرجع الجاهز اللعيبة طبعا إحنا بس كابتن فاتحي إحنا ما عندناش بديل يعني إحنا المسابقة طبعا العالم كله مر بفترة صعبة جدا سيزن استثنائي بمضغوط لأقصى درجة عشان نقفل السيزن ونعرف نفكر في السيزن الجديد بس ده كل الأندي طبعا مفهوم أنا ما تكلمش عن نادي الأهلي يعني إحنا هنا في قناة الأهلي لكن لا نتكلم على نادي الأهلي فقط ونتكلم على الكرة المصرية طب أفكر مع حضرتك بوجهة نظر الجهاز الفني شوية يعني أنا عندي مطشين أو عندي ثلاث مطشات إن شاء الله بإذن الله يبقوا ثلاثة عندي ثلاث مطشات مهمين جدا في أفريقيا أتعامل إزاي من وجهة نظرك مع الجزئية دي يعني أبتدي كل مباراة بتشكيل أعتمد أدخل الشباب أنا أحاسم بطولة الدوري فرق النقط كبير جدا وأعتقد أن المطش الجاي الأهلي يحسن بطولة إن شاء الله أعمل تدوير في اللعبة طب أجهز إزاي الفريق بتاعي المطشات الأفريقي أجرب إزاي تشكيل معين وطريقة لعب معينة أتعامل مع الدائلمة دي إزاي من وجهة نظرك يعني عشان يعني نكلم يعني نكمل هذه القصة فإذن الثلاثة يعني ملعب جمعة يا أبا حميد ألعب جمعة وألعب يوم الاثنين يبقى أنا عندي سابت وحد سابت وحد عملت فيهم إيه اشترخاء وبعدين يوم الحد هجهز اللعبة اليوم الاثنين ما قدرش أديهم أي حمل ولا أقدر أصلح أخطاء ولا أقدر أديهم ناحية خططية يعني الكلام اللي حالك بتقوله أسلوب الخطط اللي نجربه تجربه إمتى تحفظه إمتى ما هو لازم اللعبة تحفظه نظرياً الأول بيشوفوه ثم عملياً في الملعب على مجموعات ثم نربط المجموعات دي كلها ببعضها بحيث يبقى الفكرة كلها واضحة فيه طريقة لعب جوه الطريقة فيه حاجة اسمها الخطة يبقى الخطة هي جزء من الطريقة الطريقة مثلاً 4-3-3-4-2-3-1-4-4-4-4-2 طب دي طريقة واجبات اللعبة جوه الطريقة هي دي الخطة اللي هعملها تأعز وقت إمتى أن نعملها حتى لو هجرب في الأيام دي إمتى أن نعملها ما فيش وقت طب لو حسم الأهلي بطولة الدوري في مطش المقصة تمام إيه السيناريو الأفضل من وجهة نظر حداك لاستكمال بطولة الدوري لحين ما نوصل بقى لمواجهة الرجاء هي بترجع أولاً المداد أنا بترجع أولاً أنه هو بينطقي مجموعة لعبة أو العناصر الرئيسية لفرقته بيبدأ فيها بشكل عمود الفقري حارس المرمى من الشناوي خلاص أوكي من السردباكين من وسط المدافع من وسط مهاجم من رأس الحربة ده بيتأكد أن ده موجود عنده فبيخليهم وبعدين من الظاهرين يبقى شكل الفرقة عام ويبدأ يجرب بقية اللعيبة اللي عنده في المباراة القادمة عشان مين اللي ممكن يضمهم للفرقة بحيث يبقى عنده 14-15 لعيب مش 25 لعيب لكن هو محتاج 25 لعيب دلوقتي لأن شفنا الإصابات قد إيه وشفنا المرض إيه والكورونا بتاخد لنا 2 لعيبة أو بتاخد لعيب قصة حتى ما صادت المدربين يعني عندنا في الألفية سيزار مصاب إذن هذه القصة خطوط ودخلة بعضها ومتشابكة لكن أقدر أقول أن البطولة ناس بتقول تكملت الدوري مش هيخدمنا في أفريقيا هو يخدم وما يخدمش يخدم في أفريقيا أن اللعيبة تكون جاهزة ليقتل مباريات وكده بس مش خدمنا لأن ضغط كتير عمل لنا إصابات كتيرا عمل نتيجة عكسية عمل عكسية وإصابات ما حدش يقدر أنت ما تقدرش يعني تختار دا ولا دا نحن عندنا لعيب بيرجع من الإصابة والإصابة لعيب تاني بيتصاب والتاني بيبقى كل إصابة يعني الإصابات دي كلها لبقى لضغط المباريات لأن اللعيب مش ممكن يقدر يكمل يلعب مباراة من الجمعة ويجي يرجع تاني يوم من الاتنين يلعب وراه الفترة اللي هي 48 ساعة اليومين اللي هم موجودين مفيش عشان كده حتى لو نلاحظ في بطولات كأس العالم مفيش 48 ساعة في 72 ساعة يعني أقل ثلاثة يوم طب ممكن تترجم لكلام حاجة بتقوله دا على مطش الاتحاد أنت شفت يعني قراءتك الفنية مبارح لما تابعت لعيبة الأهلي أو تيمي الأهلي بيلعب في برج العرب قدام إسكندرية كنت شاف من ناحية الفنية والتكتيكية والبدانية الندي الأهلي عندنا إحنا عندنا مشكلة اللعيبة يعني مش قادرة تنفس فكري مدرن ومش قادرة تنفس مش لأنهم محشين لأنهم مجهدين لأنهم اللعيب اللي هو بيبقى مجهد بيبقى خارج الفورمة مش معنى كده اللي يقته قلت لكن اللي يقته فقدر موما الإجهاد دا كابتن فاتحي بينطبق علينا وينطبق على الاتحاد كمان بس الاتحاد بيلعب أهلي مرة واحدة بس انت بتلعب كل الفرق على أنهم بطولات نقطة مهمة برضو أي فرقة ضد الناد الأهلي هو دا ماتش الموسم بتاعه يعني هو دا اللي تكمل مشاهدة اللي هو قد إيه تكمل التركيز للعب عشان يرفع سعره لأنه في عصر الاحتراف اللعيبة دلوقتي سعب بتفكر بفكري تاني اللعيبة بتفكر دلوقتي إمتى ألعب وزود سعري وكسر الدنيا لما يكون الناس كتير بتشوفني من خلال التلفزيون مفيش جمهورة في المدرجات لكن من خلال التلفزيون فيه كتير وبالتالي لابد أن انت حتلعب الاتحاد حتلعب المقص حتلاقي كلهم بيوصلوا عندهم فيه الدافع الداخلي لكل اللعيبة أوتوماتيك هو بيزيد من غير المدرب ما يقوله يعني المدرب بقوله مفروض بعد ما طلقت على الكرة بترجع بتمسك بكده هم مش عايزين مدرب يقولهم لأن هم لنفسهم بيعملوا كل لعب عايز يزود سعره بالإضافة أنه عايز يكسب ناديه فعنده هدفين إحنا كنادي أهلي هو النادي الأهلي حظه أنه هو النادي الأهلي نادي بطولات فلازم كل فرقة بتلعب نادي البطولات ده لازم بتلعب بحمس الجامد وبتلعب بتكتل وبتلعب كده فما قدرش أقول أن فرقتين طيب طيب أنا أخد حضرتك برضو تفسر لي حاجة إحنا ملاحظنها في تيمي الأهلي في الفترة الأخيرة آخر 3-4 مطشاط أو خلينا أقول من ساعة ما النشاط الرياضي تم استقنفه في أوقات كتيرة جدا منحس أن ويمكن ده بيحصل حتى جول مباراة الواحدة يعني نشوف الأهلي في أعلى مستوى لي ونشوف الأهلي مستوى منخفض جدا نشوفه بيلعب مثلا عشر دقيقة في مطش الحرس ولا أروع يعني ولا أروع كورة شاملة وهجوم كاسح وانتشار في الملعب واستلام وتسلم كل حاجة دفع وهجوم عادة بيحصل في الشوت التاني أكتر آه بيحصل وغالبا بيحصل في الشوت التاني بيحصل في الشوت التاني إسماعيلي شوت أول ما كانش على المستوى شوت تاني ولا أروع برضو 45 ديها لأن هنا بنرجع للروح الفنية للحمراء الروح الفنية للحمراء بتلعب الشوت الأول اللعيبة مش قادرة تتحرك مش قادرة تنفذ فكر المدرب سواء في التحرك أو في التمرير أو في التزديد أو في كل الحاجات دي ما بتدرش أول ما بتيجي الشوت التاني وبيحصل المباراة حتنتهي وهم عايزين حقه الهدف بتاعه كنادي أهل يبقى هنا الروح بتعمل الفايت سبيرت أو الروح القتالية عند اللعيبة بترجع تاني بترجع إمتى زي ما بقول أو إحنا شفناها في الشوت التاني أو في النص التاني مش هو التاني تلاقي شكل تاني الفرقة كل واحد في القوة الزاتية الدفعية للعيبة يعني إيه كل واحد من جواه بيحس إن أنا مع النادي الأهلي لازم أخلص البطولة بس بفكر فيها متأخر بالإضافة لكام لعيب بيكونوا نزلوا ثلاثة أربعة لعيبة تغييرات حقاً نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن فاتحي نصير والكلام هيكون بقى على رشدة ووصفة الوصفة السحرية زي ما بيقولوا لفوز والأهلي وتتويج بدوري أبطال أفريقيا إن شاء الله بعد الفاصل الأهم بالنسبة لكل الأهلوية هو مشوار أفريقيا والحاجات اللي ممكن تحسس جماهير الكرة بالقلق برضو ارتباطها بمواجهة الوداد مش بحسم البطولة ومش بفقدان نقطتين زي ما حصل إمبارح مع الاتحاد قبل الفاصل كنت بتكلم مع كابتن فاتحي نصير على رشدة اللي من وجهة نظره يقدر الأهلي بيها يكمل مشوار أفريقيا يتجاوز كل العقابات اللي منها زي ما كنت بتكلم قبل الفاصل جزء منها مرتبط بتوالي المباريات حالة الإجهاد الإصابات اللي موجودة بشكل كبير وبقت يعني جزء من الروتين التين بتاعنادي الأهلي في الفترة الأخيرة ربنا يشفي الجميع طبعا يا رب أهلا بيك كابتن فاتحي مرة تانية يمكن بنتكلم تقريبا عن شهر بالتمام والكمال وندخل في مواجهة الودات مع كل الكلام اللي قلنا في المقدمة السيناريو الأمثل حاك شايف أنه الأهلي يعلين ويشتغل عليه الفترة اللي جاية كإدارة فنية وكلاعيبة عشان يحضروا بشكل محترم ويبقوا جاهزين لمواجهة الودات في قبل نهاية أفريقيا نقدر نقول أول حاجة انتقاء مجموعة اللعيبة اللي هنخد بيهم المبراجات واللي هو مش مصاب نحاول إنه هو يكون في الفترة اللي جاية نعالجه نجهزه نقدر نعمل منه يعني إحنا اللي هيلحق غالبا يدخل في القايمة الشحات بيعمل تأهيل دلوقتي ده عايز إعداد حمد محمود لازم إعداد مباراة يبقى المباراة اللي هي باقية اللي هي سبع مباراة أو ست مباراة تستغل في إعداد هؤلاء اللاعبين الحاجة الثانية يبقى أنا بخليهم لفورمة المباراة لعبة في فورمة المباراة الحاجة الثانية الإعداد النفسي لازم أعدي اللعبة دي إعداد نفسي وأعمل لهم عزل عن البطولة السابقة على البطولة الدوري عن كل ما أقدر وأقدر جهزهم إعداد نفسي صح يبقى إعداد بدري وأعداد نفسي إعداد بدري وأعداد نفسي ثم خش على الإعداد المهاري الخططي يعني مهارات اللعيبة ما هو اللعيبة بينساش المهارة خلاص تعلمها إزاي يستغلها في المباراة يبقى دي جزء تاني إن هو إزاي يستغل مهاراته اللي عنده داخل المباراة الطويل إزاي لعب دماغه والقصير اللي بيشوت إزاي يشوت وكم الشوت إيه وأقدر أشوف الحاجات دي كلها أضف على كده إن أنا بعد أكتر مجموعة خبرات لقيادة الفريق في المباراة خارج ملعبي لأن برضو خبرة اللعب مهمة جدا ممكن اللعب يأدي لك هنا كواس قوي وروح وأداء وكله لكن الخبرة الميدانية داخل الملعب نحتاج لها فإزاي برضو مجموعة لعيبة مين اللي هو حيكون داخل الملعب عنده هذه الخبرة يبقى برضو لازم أنتقيهم إن هو كده ثم أفكر في طريقة اللعب بتاعتي إن أنا نمرى واحد مخسرش نمرى واحد مخسرش لو تعادلت ماشي لكن لو أخسر لا يبقى على الأقل يبقى فيه تعادل إن لم أكون أكسب يبقى أنا عندي المكسب وبصعوبة جدا ممكن التعادل ده الفكر الأولاني للماتش التاني بحيث إن أنا لما يجي عندي أكيد في ملعبي لازم تكون فايز إن شاء الله إن شاء الله مش أكيد كنه وأمر الله طبعا كله بالتوفيق فرصة أفضل فيه حاجة تانية مهمة جدا تغلي في الكلام اللي أنا قلته كله التوفيق التوفيق عملت فيه كرة القدم موجود طبعا التوفيق فيه عمل وإحصائيات على بطولات كاس عالم على بطولات كاس أوروبا على الحاجات دي كلها لأوا إن فيه عشرة في المية عشرة في المية من كل مباراة التوفيق يعني إيه يعني إيه إنت تعمل كل حاجة بس ما أنتش موافق للماتش ده مش عايزة إحنا بنقول عليها مش عايزة بالبلد أو بتوقع كرة مش عايزة لا هي مخصمة كل النهار ده هي كده مش يومك سواء التوفيق للعب أو التوفيق للمدرب أو التوفيق للإداري أو التوفيق للتبيب أو التوفيق كل لعب في مكانه بقى كحرس مارمة كراس حربة كوسط مالعب التوفيق لكل واحد يبقى الدكتور لو موافق اللعيب المصاب ده لا حيقدر يصلحه المدرب لو هو موافق في اليوم ده حيقدر يفكر التفكير الصحي في وضع الخطة المناسبة فيه فرقة أو تجربة حاجة ممكن تكلمنا عنها أو أسلوبه طريقة لعب نكحة في مدرسة يعني في كرة القدم ممكن فريق كرة يلعب بدون ما يكون عنده صانع ألعاب صريح لا طب أصلي شفت أنت قلتها صانع ألعاب طيب أنت هتلعب اللعب ده عايز يعني واحد صناعي يقدر يربط الخطوط يعني احنا اتفقنا أن طريقة اللعب التي تتقل كلها 4 3 3 4 3 1 4 4 2 دي قلنا دي طرق لعب الخطة واجبات اللعبين داخل الملعب في المركز اللي انت فيه مين اللي بيربطهم صانع اللعب يعني صانع اللعب هو اللي بيربط اليمين بالشمال وبيربط الشمال باليمين هو اللي بيربط رأس الحربة بالرجل اللي جاي في الصنع ملعب الجمهور اللي بيلعب كرة كابتن فتحي بيسأل مين صنع لعب في الأهل وإذا كان صالح بعيد طب ليه أفشا مش موجود وإذا كان صالح بعيد طب ليه ما بنشتغلش إن احنا نرجع صالح إذا كان فيه التزام زي ما بيتم دي أفكار المدرب أنا ما طبعا ما قعدناش معا بس مع وجهة نظر حضرتك برضو مسؤول عن في يوم الأيام كنت مسؤول عن أنت بتهالي من المدربين الأولالين أو يمكن تكون الوحيد اللي توليت مسؤولية التدريب في الأهلي ومنتخب مصر في نفس التوقيت كان في نفس التوقيت صح؟ مظبوط لأن كان زمان ما فيش فلوس خلالي نقولها بصراحة زمان ما كانش فيه فلوس فطبعا المرتب كان بيتأسم ما بين اتحاد الكرة وما بين النادي على أساس زماني يعني بعد الحرب ما كانش فيه الفلوس اللي احنا بنشوفها دي ولا الملين يعني اللعيبة بتوع زمان دول مش هقول إنهم لعيبة يعني غلابة لا هم لعبة الملالين ودلوقتي لعبة الملايين بس ما نقدرش ننسى إنهم بقوا أساطير طيب الملالين أصبحوا أساطير أما الملالين فهم يعني حقول لي لسه ما ما فيش حد فيهم مسمع زي النجوم السابقين أنت بالمناسبة كنت مكتشف النجوم والمواهب يعني أنت اللي قدمت كابتن خطيب فقا كان لها الشرف يا ريت تجيبه لنا صورة كابتن فتحي مع كابتن بيبو أنت اللي اكتشفت كابتن مصطفى عبدو ماجري مصطفى عبدو ماجري أنت اللي اكتشفت كابتن إكرامي صح الأسماء دي كلها كل دولة وكان أحمد عبدالباق مفتحي مبروك العين دي احنا مفتقدينها دلوقتي يا كابتن فتحي لا لا دلوقتي ما فيش بس في مواهب الأكيد أنه في مواهب لا أكيد مش هتنضب المواهب موجودة يعني مثل إيه مكلسوم عبدالحليم عبدالوهاب برضو حتى في الموسيقى ما فيش اللي هو اللي هو اللي هي بتنقي دي صورة كابتن فتحي نصير وكابتن خطيب ده استدقى دي أنا عايز يعني نعبر فيها ده بيبو قاعد يعني في الأرض وكتنا نوقف وبنعمل تدريبات كل حاجة هو كان يحبها بالكورة ما يحب شجري بدون كورة حتى هنا بقى نعمل له تدريبات بط بس بيستغل الكورة على أساس أنه هو بيلعب فيها اللي حاجة اللي ملاحظة تسيب بيبو تسيب فتحي خلينا نشوف المدرجات المدرجات دي فضية ما فيهاش بني أدم تستاذ القاهرة بالمناسبة استاذ القاهرة ما فيهوش بني أدم وما فيهوش عامل وما فيهوش أي ولا شرطة ولا أمن ولا أي حد خالص كان إيه اللي بيحصل هنا حب كورة القدم كنا نصلي الفجر ده في منطقة مصر كنا نصلي الفجر وبعد ما نصلي أنزل أنا وهو أعاوز حاجات معينة فدي حتى بداية الشروق يعني وإحنا نزلين ملعب ما فيهوش بني أدم خالص قبل ما يفطر لما نصلي الفجر وبعد ما يخددش وبتاع وكده وبعدين يفطر في الفترة دي إحنا ننزل ناخد لنا 45 دقيقة ناخد لنا 40 دقيقة ممكن نص ساعة لا بدليل تدريب منفرد لوحده هو عايز يزود الحتة دي هو عايز يزود دي هو عايز يزود دي ده اللاعب اللي هو عايز يزود لعب غير التمرين طبعا لا لا التمرين الجماعي ده معروف أما ده تمرين غير الجماعي يعني غير مع الفرد فدي صورة معبرة بتقول يا جماعة يا حضرات المدرجات فدي وانتوا تعلموا ما هو استاد القاهرة اسمح لي أعلق كابتن فتحي ده الاسم اللي عايز يحقق حاجة ده الاسم اللي في يوم الأيام بقى أسطورة موهبة لوحدها أبدا مهما كانت يعني موهبة عبقرية لا تكفي الطريق اللي عايز ينجح عمره ما هيكون مفروش بالورود وإلا كتكون للناس نجحت الطريق صعب وده اختيار وقرار كابتن فتحي بيتكلم على اسم بحجم وموهبة كابتن محمود الخطيب في وجهة نظر الشخصية المتوضع أعظم يعني مرأة عيني في كرة القدم في مصر بينزل لوحده يتمرن ساعة خمسة الصبح بعد الفجر عشان يزوت حاجات عنده كابتن خطيب محتاج يزوت حاجات عنده دي الإرادة وده التصميم وده الرغبة الحقيقة كابتن فتحي للأسف شديد كتير من لعابة الكرة عندنا رغم أن هما بيتمتعوا موهبة كبيرة جدا ولكن مش عايزين يتعابهم لا لا هما راحين العمل يعني إيه العمل أنا راح الصبح الموظف شغل ورجع من الشغل راح الشغل بيعتبره الشغل لكن ما بيعشقه هاش هو يعشقها هو وقف يكلمها هو لو لا غطى بيبسي مرمي في الأرض خطة ينطق يعني مش شرط يوط يجيبه هو ممكن يجيبه كده ليه؟ لأن هذه الموهبة اللي هي جواه اللي هو فيها أو اللي هو اللي عيش بدل ما بقول لحضرتك أن ما يحبش أي تدريبات إلا بالكرة فيقول لي لابد أن وأنت تقعب بقى تفكر عشان تجيب له تدريبات كتير بالكرة هي مش بسهولة عشان أنت هتحط حاجة معينة لجزء معين لجزء في العضلة المعينة في حتة في الرأس لأن معروف درب الكرة بالرأس بمناسبة كلامنا على كابتن محمود خطيبة وحاليا طبعا رئيس مجلس قدرت النادي الأهلي والحقيقة يمكن وبعيدا بس مش بس على الكرة لكن الحقيقة يمكن فيه أوقات كتيرة جدا بيبقى فيه إحساس أنه فيه استهداف للكيان ده يعني إحنا رصدنا حتى هنا في الفترة الأخيرة أو في فترة ما بعد عودة الدوري هجوم في أوقات كتير جدا بيكون شرس وفي أوقات كتير جدا بيكون ممنهج وأوقات كتير جدا بتحسه كأنه بفعل فعل خلينا أسمع تعليق حضرتك على النقطة دي بس بعد ما نروح لفصل سريع ونرجع مرة تانية مع مشاهدي السادسة أهلا بحضرتك مرة تانية في السادسة وضيفنا هو كابتن فاتحي نصير أهلا وسهلا بك أهلا بك رجعنا بسرعة كده في الفصل لشوات زكريات حلوة هنرجع لها بس خليني الأول أسمع رأيي كابتن فاتحي نصير فأوقات كتير جدا بنرصد حالات هجوم اللي بيخلينا نقول عنها أنها ممنهجة لأن اللغة بتبقى واحدة النص تقريبا بيبقى واحد التوقيت بيبقى واحد وده الحقيقة بيحصل في مواقف كتير جدا متكررة والحقيقة ده بيحصل في نفس التوقيت اللي الأهلي بيحقق فينا جحات على كل مستويات يعني بطولة المحلية الأهلي متسايدها من بدايتها لآخرها بنتكلم على كل أرقام القياسية المتعلقة مثلا بمسابقة الدوري العام بنتكلم على وصول قبل نهاية أفريقيا بنتكلم على طفرة بشكل كبير جدا في كل الفروع الخاصة بالنادي الأهلي من ناحية التطوير والإنشاءات والإنجازات شوف أستاذ للأول مرة بيحمل اسم النادي الأهلي فكان مش من المنطقية أو من الطبيعة إنه يبقى فيه حالة الهجوم دي الحقيقة أنا كنت بقول دايما إنه هدف الأول والأخير ليها هو تعطيل المسيرة ونجاحات النادي اللي بتم على كل ماقيس حاك شفتها إزاي وشايف إنه من الممكن يكون إيه ده وافع والأسباب اللي بتقف وراها أنا بسميها حروب الجيل الرابع في كرة القدم إيه حروب الجيل الرابع في كرة القدم فرقة متقدمة موما فيش حرب حيضربوا بعض أو حيضخنوا مع بعض أو حلعبوا مع بعض لكن شايفين نجاحات لفرقة وشايفين عمل لفرقة وشايفين الرئيس نجاحات لفرقة ما بتكلمش المدرسة الأهلي أي رئيس النجاح الأهلي ما بتكلمش سواء كابتن محمول الخطيب كابتن حسن حمدي كابتن صالح سين ما حدش بتكلم يعني الأجيال أمسك كده كابتن عبد صالح كابتن فريق عبد نعشو كان مرتاجي دكتور إبراهيم الوكيل كل الأجيال دي كلها ما حدش بتكلم هم بيعملوا ورئيس تشعر به عشان كلامه لما يكون كتير بيبقى كلامه يعني ما تحسش بخوت فدي مدرسة الأهلي فدرقة ما بتكلموش طيب وفرقهم بتكسب ماشي طب إزاي أنا يعني أستفزهم أو إزاي أخليهم يخرجوا برة يعني تفكرهم وتركزهم وتركزهم اللهم بيعملوا هؤل هو ما بتكلمش بيركز مخه بيشتغل في حاجة مش ممكن صاحب بلينكا دايب وصاحب تلاتة منافق فالمخ اللي هو بيفكر فيه أنا بفكر هحعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا أما واحد يجي شدينه حطره بص أنت لما أنت أقول له اتنين بيجروا مع بعض في السباق لو واحد بيجري لو اللي قدام ده بيبص على اللي جاي من وراه هيقعد كل شوية بص عليه التاني حزبه صحيح لأن ده بيعطلوا فهو عايز يتعطل فبيلجأوا لهذا العمل في السوشيال ميديا بالنسبة لحروب الجويل الرابع القروية أنهم يبدأوا يستغلوا سواء السوشيال ميديا أو القناوات الفضائية أو التلفزيونات أو الإعلام أي وسيلة أن عاوزين الناس دي تبص لهم أو تستفزهم فلو أنت تستفز مش هتفكر صح أما بتكون عصبي مش هتفكر صح حتى أنت لما تكون جاي وبتخالي يقول بس هدى تب يغسل وشك تبخل كوبية مية تبقعد عشان تهدى فطبعا هم عاوزين يحاربوك من النقطة ده دي مش هتلجأ لها أنت ما أنت لو لجأت هتبقوا أنتو الاتنين زي بعض صحيح فسيب أي حاجة أنا باعتبر أن دي كلها أو ده حق أو ضريبة أن في نادي يهوى حصوله على البطولات هي هويته كل واحد له هوية النادي الأهلي هويته حصوله على البطولات في كل المجالات مش في كرة القدم بس في جميع الأنشطة الرياضية النادي الأهلي عايز ياخد بطولة هنا عايز جعان بطولة وكل يعني ونسبة البطولة فرص الأهلي في الفرص بطولة أفريقيا من وجهة نظرك يعني تقريبا كده كم في المية ما نقدرش نقور غلق الاربع فرق يلقبوا بعض أول دور عشان برضو نكون وقعيين وبعدين ما نكونش عاطفين أما أكون عاطف طبعا أنا أحاولك النادي الأهلي أنا هنا في خلالة الأهلي هتقول لي من طبعا النادي الأهلي هاخد بطولة لا لازم أشوف تلت فرق لا أنا من منتظر أن أجابها تكون النادي الأهلي إذا ما أو في حالة كذا لا أنا معرفش التنين شكلهم إيه لسه ما تدرش حكم على مستوى ما أدرش فرق المنافسة وبعدين أنا عايز أعدي نفسي إعداد صح إعداد بدني مهاري خططي نفسي ومهم جدا الإعداد النفسي مع إضافة اللعبين زول خبرة اللي عندهم إمكانيات ولعبوا في بطولات سابقة عندهم القدرة على السيطرة على المباراة وعلى طول المباراة وقت تسجيل الهدف وقت أحرازهم هم يحرزوا هدف إزاي أنا أتصرف إزاي اللعبة تتصرف كل دي أوراق قصة بغير الدوري ده قصة تانية عايزة دماغ ففايلر إن شاء الله بإذن الله ربنا وفقه إزاي نقولنا في التوفيق إنه يوفق في إختيار اللعبة ثم في إختيار طريقة اللعب ثم في إختيار خطة اللعب لو ربنا وفقوا واللعبة إن ربنا وفقهم فيه تنفيذ اللي بيقوله هوويض طب ما تقولي كده تبقى للأوراق المتحد الوقتي إنت شايف إيه طريقة اللعب الأمثل اللي لعب بيها نادي الأهلي إيه هو التشكيل الأمثل اللي يقوم بالوجبات اللي تنسب طريقة اللعب دي دي أحمد حبق صعبة ده كل ٨٠ مليون بيعودوا كل يوم يحطوا التشكيل ويقولوا طريقة اللاعب لا ما يقدروش لسبب لأنه هم ما عندهمش اللعيبة حالتهم شكلة إيه يعني امباري حرام ربيع خرج هل حد كان عارف أنه خرج ليه فاكرين في الأول لا عنده احتمال يجيلوا شد فانطلعوا بره مش عايز أنه هو يستفز القصة دي المدرب لازم يكون أو أنا عايش مع المدرب بصفة دي كمدرب كل الناس مدربين طب مش هقول كمدير فني يعني أو من ناحية الفنية كجمهور أنا قبل المطش بقول النهاردة لأهلي هيلعب المطش ده أنا أتمنى أنه التشكيل يكون كذا وطريقة اللعبة كذا انت هتمنى شيء التمنى احنا بنتمنى لا ما احنا هنتمنى بس أنا عايز كلامنا يكون الكلام العلمي أن أنا عندي اللعيبة دي هي اللعيبة دي اللي تكون جاهزة ومعروف أنه هم إمكانياتهم إيه ويبقى دورة اللي أنا اخترتهم وبعد كده حيختار منهم لأنه هو بيختار كم أول ما بيختار بيختار له مثل 14 ثم يختار كم 18 ثم يختار كم 11 ويبقى عنده الكدلاء واثنين حيطلحهم بره اللي هم من فوق العشرين كل دي وبعدين من 11 واجباتهم إيه هو بيشوف تقول لي طيب هو بيختار الطريقة الأول ولا بيختار اللعيبة الأول يعني هل هو هيختار الطريقة وبعدين وخطة اللعب ثم يختار اللعبة اللي حتنفز له كلام ده هيختار اللعبة اللي جاهزة ويبني عليه طريقة اللعبة لا هو هيختار أجهز اللعبة عنده ويبني عليهم طريقة اللعبة ويبني عليهم أما لو كان هناك لعب أو اتنين وما نشعارف أنا حرب خلاص اتفقت على طريق دي بس اللعب ده مش حيطل ينفز خلاص اللي حينفز لي هو ده اللي حلعبه ممكن يكون يعني إنه هو توقع إنه ممكن اللعب ده هو اللي ممكن يؤديله هو اللي ممكن في النهاية ينفز له فكره بمناسبة الزكريات أنت دلوقتي ذكرت أسماء يعني رؤساء النادي الأهلي التي تثالوا على تولي المسئولية كابتن عبد صالح الوحش وكابتن صالح سليم والفريق مرتاجي بس أنا عايزة مع الفريق مرتاجي لأنه معارف أن فيه وقعة شهيرة جدا وموقف يعني أنت ما تنسهوش للفريق مرتاجي فقريتنا يعني تشاركوا معنا ومع المشاهدي السادسة بس إحنا بنتكلم وكنا بنتكلم في حاجات حمي قوي والمتشات والناس دخل لا لا ده وعد كان مشهور جدا وأعتقد كانت وراء وقعة هي الوحيدة في تاريخ النادي الأهلي الحقيقة كان الفريق عبد محصر كان مرتاجي كان أب ما كانش رئيس ما كانش رئيس النادي الأهلي كان قبل كل من ينتمي للنادي الأهلي دي حاجة ما يعرفهاش الجمهور يعرفها الناس اللي عاشت أو تعاملت مع رؤساء النادي كلهم الحقيقة بدون استثناء في موقف كتير جدا وصور بنشعر أنه رئيس النادي هو قبل لكل أبناء النادي الأهلي شوف ما فيش عمل خير ما فيش نقول إيه جوازة تمت في للاعب أو مدرب أو لو كده إلا من خلال الفريق مرتاجي بإسمه يعني لو واحد عايز يروح بيجاز وتقدم وأهل الزوجة مش عايزين لأن زمان ما فيش فلوس كان انت يا دوبك مرتبك ووصفتك اللي بره إزاي يقنع والحاج إحسان حرم والله رحم برضو من الناس المحترمين وكانت بيقول لها لا روح يعمل كذا كانت تساعد معاه في أنه الأهلي لأعمال خير أنا جيت في يوم مش عارف خطبت فبقول له سيد فريق أنا عايزك يعني قال لي إيه أصل قال لي ما تتكلم أنا بتكلم بالزبط كأنه هو قدامي فبقول له يعني ارتحكيزي في قتيل كذا في قتيل معين كان هو اللي كده تعزمني عشان في الفرح قال لي هقول لك حاجة بتقوله إيه قال لي لو كسبته الدوري بدون هزيمة هعمل لك فرح في النادي الأهلي آه توست فريق أنا أقول فاكره يعني بالتاري ما فيش حاجة النادي الأهلي عمر ما حصل فيه ولا خطبات ولا كلام كده قال لي لا أنا بقول له كده كان زمان فرقة النادي الأهلي مش بيراهنوا حيكسب ولا لا مين اللي حجيب الجول الأول آه المكسده معروف آه أمر مفروغ منه آه يعني الأهلي حيكسب حيكسب بس مين اللي حجيب الجول أول يوم يطراهن وبعدين مين اللي حيكسب الجول الثاني يوم يطراهن كلام ده فالمهم اللي لعبنا في السنة دي وكسبنا كل الماتشات وباقي خمس مبارات زي الموقف اللي احنا فيه دلوقتي هو باقي سبع مبارات سبع ماتشات آه يعني لو لأخذنا ماتش هيبقى ست المهم آه بعد الماتش بعد ما كسبنا روحت له فالخمس ماتش وتبسط الفريق أنا وفيت بوعده قال لي إيه وتوكسبنا الدورة وبدون هزيم قال لي لا بايت الماتشات ترو بايت الماتشات ما خلاص الدورة خلص قال لي لا لازم بايت الماتشات فكان هيدوكوتي كنت أنا مع هيدوكوتي قال لي بقى إحنا عوزين نريح خطيب قال رايح ما يرايحوش ليه قال لي عشان هنالعب بقى بطولة ودخلنا على بطولة بطولة أفريقية وجودت في الشارع قال لي قلتول الوضع كذا 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 مهم كان منا آخر ماتش كان مصري برصعيد في برصعيد وأول خمس داقي داخل فينا جول قعدنا لغيط آخر ديا الكرة مش عايزة تخش تيجي هنا تيجي هنا وجوازها لغيط ضرب باروكولية مصطفى عبدو ضربت في رجل التفاني بيطلحها داخل في الجول واحد واحد خلاص الحمد لله وقال السيزم بدون هزيمة عملناها بدون هزيمة وعملناها في حديقة راتب اللي هو المسجد عند المسجد مدخل المعلمين ودي كان أول وآخر فرح يتعامل في النازل أهل شرفتنا ونورتنا كابتن فاتحي نصير أنت دولرقامين قياسيين برى الرياضة طبعا نتحققوا أول أصغر مدرف في تاريخ الكرة المصرية وأول وآخر فرح يتعامل داخل جدرون وبرضو نقدر نضيف حاجة أن المصري الوحيد اللي قاد عشر بطولات أفريقية طبعا طبعا لأ من أنت برى الرياضة أنا عارف دوها رياضة كجينرال كقدر منسق عن بطولات أمم أفريقية عشر بطولات مفيش مصري ومفيش أفريقي جمع عشر بطولات شرفتنا ونورتنا بس اسمحلي إحنا معنا دقيقة يهمني جدا فوجود حضرتك معنا وإنت صاحب رصيد طويل مش بس فيه التعامل مع ورعاية واكتشاف النجوم والمواهب لكن كمان مع الفرق والمنتخبات الوطنية وبالمناسبة عايز أقول لحضرتكم كابتن فتحي كان مع منتخبنا اللي بيدوم نجوم المنتخب الأول حاليا ونجوم مصر للمحترفين في الخارج في كاس العالم في كولومبيا في كولومبيا مع الجمعة مع النني مع الجيل اللي هو النهارده القوامل الأساسي لمحمد إبراهيم بتاعلي كان معاكم محمد إبراهيم والشناوي وعواد إيه كلمة اللي تحب توجيهها للنادي الأهلي ولعبة النادي الأهلي وتقول لهم إيه يعني ممكن يكون رسالة قبل السيزن اللي بعتقد في غاية الأهمية بالنسبة لك أول حاجة النادي الأهلي نادي كبير ونادي عظيم ونادي بطولات ونادي إنجازات يريت لو كل واحد فينا حسب قيمة النادي الأهلي والقيمة دي بستمدها من جمهور النادي الأهلي لأن جمهور النادي الأهلي في كل مكان في كل بلد في كل قرية في كل نبع في كل مع جميع المستويات من أعظم واحد الدكاترة العظماء الزراء الفلاحين أي حد يريت على حد هذا الجمهور انتمائك وحبك للنادي ده هو اللي حيخليك تزيد أكتر وتقوى أكتر الحاجة التانية اللي عايز أقولها بالنسبة صالح جمع صالح طبعا أنت كنت معنا في كاس العالم عشرين احد عشر وأنت صالح لعب كويس نموذج كويس بس يريت تعرف أن العمر اللاعب في الملعب عشرة خمستاشر سنة ثم ما بعد كده عيش حياتك زي ما أنت عايزها اختارها لكن الخمستاشر سنة اللي حتعيشهم أو العشر سنين دولت عيشهم لجمهور النادي الأهلي والحب النادي الأهلي وما اصدرت النادي الأهلي لو عشت هذه العيشة أنت هتاخد من الكرة وثم بعد ما هتخلص كرة عندك الحياة عشتها زي ما أنت عايز يمين شمال نتمنى الرسالة تكون وصلت بشكرك شكرا جزيلا إن شاء الله ونعرضنا فيه السادسة كابتن فاتحين وصير ونتمنى دايما نشوفك على خير على شاشة في قناة النادي الأهلي شكرا بشكر كل المتابعي السادسة ونقابل حضراتكم بكرا ومعارف بيروحوا نسيان ومسان والفر فحبنا للأهلي إنه في نفسنا لو تلقى